السلام عليكم متابعين قناة مصر الان قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك اهم اخر الاخبار مؤسسة فلسطينية تمنح الهام شهين لقب سيدة الارض واليكم تفاصيل الخبر كرمت مؤسسة سيدة الارض الفلسطينية الفنانة المصرية الهام شهين وتم منحها لقب سفيرة سيدة الارض عبرت الهام شهين عن سعادتها بهزت كريم ونشرت الفنانة المصرية مساء اول امس الخميس عبر حسابها الرسمي على انستجرام مجموعة صور في حفل التكريم ووجهت الشكر للمؤسسة والشعب الفلسطيني وارتدت شهين شالا فلسطينيا مترزا في دلالة الى كونها جزءا من الثقافة الفلسطينية وتراصها الشعبي وشيادت شهين في لقاء اثناء التكريم ان مدينة القدس عربية فلسطينية وستظل عربية فلسطينية ااملة عودة المدينة كاملة الى اصحابها الحقيقيين الفلسطينيين وليس جزءا منها فقط وانما شددت كل القدس وعرفت المؤسسة الفلسطينية نفسها بمؤسسة سيدة الارض من رحم المعاناة ولدت وبرغم التهميش لا تزال شمسا وعند الشدائد ترسم بسمة امل هي مؤسسة تكريم شخصية العام في الداخل الفلسطين التي تحتفل وتكرم كل من يستحك ذلك ولا زالت المؤسسة مستمرة في مسيرتها في تقديم هذه الجائزة لشخصيات فلسطينية وعربية تركت الاصر في المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة الجدير بالذكر ان الهام شهين غابت عن السباق الرمضاني الماضي وتستعد لتصوير دورها في فيلم حظرة جوال مع المخرج امير رمسيس وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك اهم واخر الاغبار المصرية والعالمية